حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائماً ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وأكيد الحدث الدائم والأبرز منذ أيام هو طفان الأقصى وما حصل بعد هذه الحادثة وبعد هذا التاريخ الكثير والكثير من الأمور حصلت في فلسطين وفي غزة إسرائيل والكيان الصهيوني عافت بالأرض فساداً جعلت كل متر من غزة ومن فلسطين هو تحت الخطر تحت مرمى النيران والصواريخ وغيرها من الأمور الكيان الصهيوني لا يزال يقتل الأطفال والنساء وهذه هي عادته ولكن الحمد لله لدينا مقاومة شريفة في فلسطين والدول العربية والإسلامية لدينا مقاومة دائماً ما تتصدى للاحتلال ودائماً ما تكون هي الند بالند مع قوات الاحتلال الجبان الاحتلال الصهيوني الجبان الذي لا يواجه فقط يكون من خلال الجو طيران الجو والقصف الصاروخي وغيرها من الأمور دعونا نرى أول موضوع أدنى في هذه الفقرة طبعاً مثل ما تعرفون في الحدود العراقية على الحدود العراق والعردن في طريبيل بالتحديد هناك الآلاف والمئات من الشباب العراقية البطل متواجد في الحدود ومتأهب لرهن الإشارة للدخول والذهاب إلى الكيان الصهيوني ولكن هؤلاء الشباب منذ أيام وهم هناك مرابطين وهم رهن الإشارة هذه صور من الشباب هناك وهم في مجلس عزاء مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام وهم في الحدود أكيد هذه مخيمات والكل هناك جاهز ومستعد وعلى أهبة الاستعداد مجرد ما تأتي الإشارة فهم يدخلون إلى الكيان الصهيوني ويدخلون إلى الاحتلال طبعاً هذا الموضوع واحد من المواضيع المهمة التي نتحدث بها دائماً أن العراق وبعض الدول بعض الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليمن سوريا لبنان هم فقط هذه الدول تقريباً هي التي تكون في الواجهة وهي التي تدافع عن حقوق فلسطين وغزة وتدافع عن حقوق البلد اللي كل البلدان تبرت منه البلدان العربية بلدان إسلامية بلدان الغرب بلدان الغرب بلدان الغرب ما عليهم عتب هم هاي غايتهم بس الجميع تبره من هذا البلد البلد الفلسطيني العربي ستبقى فلسطين وستبقى القدس هي عاصمة فلسطين طبعاً للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولمعرفة آخر التطورات وآخر الأوضاع في فلسطين وفي غزة تنضم لنا عبر سكايب الدكتورة تمارة حداد حيات شاء الله دكتورة أهلاً وسهلاً بيج في قناة الأيام الفضائية إذا كنت تسمعيني دكتورة ألو دكتورة إذا كنت تسمعيني أعتقد الصوت من المصدر من هناك طبعاً دكتورة تمارة تسمعيني أعتقد المشكلة من يمها حسب ما موجود طبعاً يعني بينما يتم تأمين الاتصال من جديد إحنا نكمل موضوعنا ونكمل تفاصيلنا طبعاً مثل ما تعرفون في غزة هناك الكثير من المستشفيات هي مهددة الكثير من المدارس هي مهددة والكثير والكثير من هذه الأمور والسبب هو أن نتنياهو هذا القدر ما يعني ما يستطيع مواجهة الأبطال من المقاومة والكتائب وغيرهم ما يستطيع مواجهتهم فوين يذهب وين يروح يروح إلى قتل النساء والأطفال طبعاً من أيام حصلت حادثة شهيرة وقصة في كل العالم انتشرت قصة الأمرأة العجوزة التي كانت تمسك بيد المقاتل من حماس أو من المقاومة الفلسطينية بعد هذه القصة هناك الكثير من القصص انتشرت بشكل كبير جداً مشاهدين الكرام الكثير من القصص لدرجة أصبحت هذه القصص من خلال فيديوهات فيديوهات يتم تصويرها بالجوال يتم تصويرها من مواطنين من الكيان الصهيوني يصور أنه احنا نريد الحرب ونتنياهو هو مجرم الحرب وهو اللي يدخلنا بكل هذه الحروب وأعلنوا أنه هم متبرين من عنده لهذه الدرجة وصلت لهذه الدرجة ما أعرف مخرجنا الاتصال متأمن من جديد لنكمل حديثنا فهذا الموضوع هذا الموضوع اللي احنا اتحدثنا به أنه هذه القصص اللي أصبحت تنتشر بصورة كبيرة جداً في العالم في كل العالم قصص الناس اللي من الكيان الصهيوني اللي هم نفسهم صهاينة هم نفسهم صهاينة ولكن هم يشكون من النتن يهو طبعاً مثل ما شفت هذا كان الموضوع الأول في فقرة فيس توفيس هذه هذه الصورة هي لتجمع كبير للشعب العراقي قريباً جداً تجمع كبير للشعب العراقي الغيور نصرة لفلسطين يوم السبت الرابع من هذا الشهر في الساعة الثالثة عصراً على الحدود العراقية الأردنية في طريبيل طبعاً هذا رح يكون التجمع العراقي الكبير للشعب العراقي هذه هي مساندة العراقيين مساندة العراقيين بكل ما يملكون من قوة العراقيون يقفون في الحدود وعلى مقربة من الدخول إلى الكيان الصهيوني المحتل ومتأهبين وسوف تكون لهم وقفة يوم الرابع من هذا الشهر يوم السبت اليوم نحن خميس باشر جمعة بعد يوم غد رح تكون هناك تجمع كبير الله يوفقهم ذو الأبطال ومجاهدين لأنه اللي يقدموا البلدهم من الممكن أن يقدموا لبلد ثاني عربي مسلم ممكن يقدموا لفلسطين والقدس وهذا شعارهم هذا هو ديدنهم أنهم يردون دائما ما يبعدون الكيان الصهيوني المحتل عن الأراضي الفلسطينية طبعا الكثير والكثير من الأمور التي تكون متواجهة طبعا الشعب العراقي عنده استعداد أنه يكون في قلب فلسطين وفي قلب تل أبيب المحتلة والأراضي المحتلة ويحارب وهؤلاء هم العراقيين على قدر المسؤولية طبعا أنا أتمنى أشوف هذا الشيء من الدول باقي الدول الدول العربية اللي مع الأسف خانعة أو أساكت أو ضم روسهم مع الأسف الدول أصبحت كالنعامة تضم رأسها في الأرض وتتغاضى عن ما يحصل في فلسطين من وقوع للشهداء من النساء ومن الأطفال وهم في السعودية مثلا موسم الرياض الأغاني والحفلاء إحنا بالعراق صارت احتفالية بوحدة من الوزارات بالغلط ما أدرى شون صارت ما أعرف بوزارة النقل ما أعرف وين مجلس تحقيق انفتح والدنية اشتعلت زين احتفالية يشمع القسم ما أدرى شنو بيناتهم قسم زين هذا في العراق زين أما ذول الدول في موسم الرياض في موسم الرياض ومستمر وغيرها من الأمور طبعا هذا اللي جاي نتحدث عنه معرف مخرجنا إذا ما تأمن الاتصال بسبب السياسات سياسات الكيان الصيوني هذا هو تقييد الوضع الراهن وعدم القدرة على تأمين الاتصالات كان من الممكن أن تنضم ويان ضيفة من فلسطين ولكن هذا هو النت يقطع عليهم والاتصالات تنقطع عليهم كل شيء ينقطع عليهم للأسف ما قدرنا أن نأمن هذا الاتصال وطبعا هذا الوضع يعني من زمان يعني مو من صار موضوع طفان الأقصى من السابع من أكتوبر لا هو من قبلها هذه محاربة من سنوات تصور هسا نريد نعرف الوضع في غزة ما جاي نقدر نريد نطمئن على أهلنا وناسنا في غزة ما جاي نقدر لأنه سياسة الكيان الصيوني قطع الماء والكهرباء والاتصالات والأنترنت وكل شيء كل شيء قطعه الاحتلال الصهيوني في سبيل عزل غزة وأهل غزة عن العالم زين عن العالم ولكن هيهات ما راح يستطيعون أنه يمحون غزة ولا فلسطين لأنه ولا القدس اللي هي عاصمة فلسطين وكل هذه الأراضي المحتلة حاليا سوف تعود إلى فلسطين نحن من الصغر علمنا أن فلسطين عاصمتها القدس وأن الكيان الصيوني ما هو إلا بلد محتل زين والدليل هناك الكثير من المقاطع المقاطع الفيديو للأطفال نشوفها يعني من بين 8000 شهيد أعتقد 3000 منهم أطفال زين ومعرف ألفين أو معرفش قد نساء زين ففوق النصف من هذه الأعداد هي للأطفال والنساء أنا اليوم أريد أسأل الأمم المتحدة وهي الدول وهي المنظمات هي هاي الحرب هي هاي الحرب أنه أنت تقتل أطفال زين شغلات محرمة أنت ما يصير تقصفها ما يصير ترمي عليها ما يصير تسوي بها شيء من ضمنها المستشفيات والمدارس والملاجئ الكيان الصيوني يستهدف ويقصف ولكن من دون رادع للأسف من دون رادع مع الأسف فهذا الموضوع إحنا اللي نتحدث به أنه إن شاء الله هناك أبطال هناك ناس من كل الدول سوف تكون مع فلسطين ومع غزة طبعاً مثل ما شفتوا هذا هو موضوع التجمع الكبير اللي راح يحصل في فلسطين طبعاً هذا المكان اللي جاي تشوفوه هذا صار قصف في غزة في مخيم جبه لاية معظمهم من النساء والأطفال استشهاد وإصابة أربعمائة فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جبلايا بغزة شوفوا حجم الدمار شوفوا حجم الدمار شوفوا حجم اللي جاي يصير في غزة شوفوا قوة الصاروخ هذا المبنى كان من ضمن هذه المباني المرتفعة أصبح بقدر هذا الارتفاع وإنما في الأرض هذا ما يحصل في غزة من الصهاينة وأنا متأكد أنه هذول الأربعمائة شخص اللي استشدوا وتمت إصابتهم ممكن أزيدهم من النساء والأطفال لأنه هذا ديداً الصهاينة وديداً نتنياهو الله يرحم كل الشهداء والله يشافي الجرحة والمصابين الكثير من الفيديوهات الكثير من الصور والمقاطع التي تكون متواجدة ولكن القلب ويعني ليس باستطاعته ولا العين أن تشاهد والله إحنا مكتوفين الأيدي حالياً ولكن هي إشارة لو أتت صدقوني لن تبقى دولة وهي ليست دولة لن تبقى دولة محتلة اسمها إسرائيل أو الكيان الصهيوني لن يبقى النتنياهو ولا كل هؤلاء القذرين أجلكم الله اللي معرف طبعاً بالمناسبة صهاينة العرب هم أشد قسوة من الصهاينة الإسرائيليين أكو صهاينة عرب ترى بالمناسبة الخاتل واللي لازمها من النوس واللي ماله علاقة هذا هم صهيوني ترى هذا هم صهيوني نشوف إحنا في بعض الإعلام العربي مثلاً في مصر يطلع لواحد مخلي لحمالاته نانا يقول إحنا ماننا علاقة إحنا شننا علاقة لو يطلع لواحد يقال إنه رجل دين من السعودية والله لا تسووا المظاهرات احتجاجية في بلاد المسلمين نحن ما نعلاقة بغزة ولا فلسطين والله يكونوا بعونهم ولك ولك أنت رجل دين لو أنت الثاني أنت علامي وعند خطاب إيما هاي قضيتكم مو بس قضيتنا هس الجمهورية الإسلامية هم بلد عربي حتى يدافع عن فلسطين ما تستحون هذا بلد مو عربي وجاء يدافع عن فلسطين ما تستحون منه ما تخجلون إيه اليمن اللي حال الضيم حالها تدافع وتقاتل وأطلقت صواريخ وراح نشوفكم في فقرة ترند تيوب أطلقت صواريخ من اليمن زين هما تستحون من سوريا اللي اللي كاتلها الضيم الدافع من لبنان من العراق اللي يستوى قال يا الله وطالق من حروب هذا هو للدول الدافع وإنتو الباقين كل شي ماكو كافيلكم الله كل شي ماكو طبعا هذا كان آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة الترند تيوب خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة الترند تيوب وخلينا مباشرة نشوف الفيديو الأول هذه هي طفلة وهذا يعني مؤتمر في أمريكا حسب ما وصني وهذا يجا يتحدثون عن موضوع إسرائيل الكيان الصهيوني وموضوع فلسطين هذه هي طفلة طفلة من بين الحضور من بين جميع الحضور حرج صوتها صوتها لا إرادين وهي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفلسطين وعن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل والكيان الصهيوني هذه الطفلة ما أعرف عمرها يمكن عشرة دعش تسعة عوام طفلة صغيرة مخجلت كل الحضور اللي قاعدين وغية من بين هؤلاء الحضور وشوفوا الشرطة شون يتعاملون إياها وكأنها مجرمة شوفوا يشلون قالت كلمتها ولكن الشرطة اعتبروها مجرمة ويعخذونها ويطلعوها بره وهي طفلة لا حول ولا قوة مجرد أنه وقفت مع فلسطين هكذا يكون التعامل معها مع الأسف والله خلينا نشوف الفيديو اللي بعد مخرجنا يعني ما أعرف أتمنى أتمنى تعيدها من جديد مخرجنا أتمنى تعيدها من جديد وخليت شوفوا الناس شلون ينامون أطفال غزة وأطفال فلسطين طبعا يعني مثل ما تشوفون هكذا ينام أطفال غزة هكذا من بين كل الأطفال من بين كل الدول هكذا أطفال غزة تحت القصف وتحت الصواريخ وليس هناك من من دول من هذه الدول العظمى بالله هاي الدول العظمى بالله اللي يعتبروها معرف اللي مشتركة وعضو فاعل بالأمم المتحدة والله يتشرم هي نفسها الأمم المتحدة لو جامعة الدول العربية لهم هاي هاي كونها منكم الله وكيلكم شوفون هاي الأطفال هاي شي اتنام زين وكل شي معكم فقط الأطفال تحت الصواريخ وهذا السقوف طبعا هذا هذا هو فيديو يعني فيديو ممنتج ولكن هذا هو الحقيقة هذا هو فيلم قصير من من واقع كبير جدا مع الاسف خلي نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا خلي نشوف الفيديو اللي بعد هذا الفيديو طبعا قبل لا أقول لكم شنو آخر الأخبار والتطورات هذه مشاهد حية من المقاومة الفلسطينية والمجاهدي والقسام وهم يعني يقومون بتفجير الآليات اللي موجودة بالزيتون ومقار الكيان الصهيوني طبعا ونحن نتحدث معكم أيضا هذا فيديو جديد من سقوط صواريخ في شرق تل أبيب هذا الصمود اللي نتكلم عنه صمود المقاومين صمود الأبطال في غزة وفي فلسطين هذه الفيديوهات ممكن لغاية اليوم مساء أو يوم غد ولكن الآن أيضا لدينا فيديوهات جديدة وأخبار جديدة طبعا آخر يعني المستجدات يعني أكوناس والله ما أعرف صحاين صحاين بالعرب ما لأسف المهم المقاومة الإسلامية في لبنان أيضا عدها بيان طبعا عاجل مجاهدون استهدفوا بعد ظهر مقر قيادة كتيبة الاحتلال في ثكنة زبدين في مزار شبعة اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات وأصابتها أهدافهما بدقة داخل الثكنة المذكورة طبعا هذا من المقاومة الإسلامية في لبنان وأيضا هذه من المقاومة الفلسطينية الحمد لله والشكر هؤلاء الأبطال المقاومين هم على قدر المسؤولية بالدفاع عن الأراضي بالدفاع عن فلسطين وهذا الصمود الذي نتحدث عنه بارك الله بهم ويعني إن شاء الله الثبات وإن شاء الله يكونون يعني ند مع الكيان الصيني أيضا لدينا عاجل مجاهدو النخبة في المقاومة الفلسطينية يخوضون اشتباكات ضاربة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة أبو أبسل شرق الفخاري بخان يونس طبعا تعرفون كلكم منطقة خان يونس وين صار أيضا المقاومة الفلسطينية تقصف نير عوز برشقة صاروخية أيضا حزب الله استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة بعد ظهر اليوم الحمد لله هاي الأخبار اللي تفرح هاي الأخبار المفرحة اللي الواحد يفرح مني شوفها هذا الصمود والقتال هؤلاء هم الأبطال المقاومة تستهدف عدد من آليات الاحتلال المتوغلة في محور شمال غرب قطاع غزة بعدد من القذائف الصاروخية ويسمع دوائر انفجارات عنيفة في المكان طبعا والله هي معرف كثير وكثير من الأمور مع الأسف مع الأسف والله خلنشوف مخرجنا خلنشوف الفيديو اللي بعد هذا الفيديو طبعا مثل ما تشوفون المقاومة الإسلامية حزب الله استهدف من الشرق ومن الغرب العدو الصهيوني اللي متواجد على الحدود مع لبنان طبعا من الشرق من الغرب هذه تكنات عسكرية إسرائيلية صهيونية وأبراج صهيونية تم تفجيرها بضربات مناسبة سدد الله هذه الضربات وهذه الصواريخ التي تطلق على الكيان الصهيوني اللهم الهلاك لكل صهيوني لكل الصهاينة نتنياهو ومن لفه لفه واللهم أثبت المقاومين وأنصرهم على القوم الظالمين الحمد لله والشكر لأبطال الصامدين اللي ما يسكتون عن الأرض هاي لبنان اليمن العراق إيران سوريا هي الدافع على 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 فلسطين هي ما أخذ الرأي ورأي حالدافع ما تنتظر إفلان وعلان وفلتان ومدرمنو ما تنتظر ما تنتظر واحد يقول للشعبة لا تدعون الفلسطين بالمساجد ولك حتى دعاء ما تريدهم يدعون بس تسوي حفلات وأغاني وهذا بهتشي وقيت عادي بس دعاء دعاء حتى دعاء حرمته بالمساجد والله لا تدعون الفلسطين لا تدعون خط ذاكي المطبع ذاكي أبو الناطحات سحاب ما شاء الله ذاكي ذاكي أصق كل شي ماكو الله وكيلكم هاي الشاشة تحتي وذاكي ما يحتي الكاميرا تحتي وذاكي ما يحتي ذاكي ماكو مزين ساكت مطبع مكيف قول لك شفادوك شفادوك وساكت وعيك بأتشار عقوراك حساب وكتاك بأتشار عقبوة مطبع الله يهلككم إن شاء الله دنيا وآخرة أيو الله دنيا وآخرة خلا نشوف مخرجنا الفيديو اللي بعده طبعا هاي المقاومة الفلسطينية تمطر سماء تل أبيب بالصواريخ هاي بتل أبيب وهذا التصوير من تل أبيب ناس بالتل أبيب تصور هاي تشوفوا الجو مالتهم هاي المقاومة الفلسطينية العبطال الله نحييهم إن شاء الله ويدكون الصهاينة أكثر وأكثر بعد هذا فيديو من تل أبيب من الصهاينة وهم تحت مرمى نيران الصواريخ من المقاومة الفلسطينية الحمد لله وشكر الحمد لله ذول الأبطال موجودين وصامدين ويعني هذا اللي يقول عليه دائما الصمود الصمود الحقيقي أكثر من 8000 شهيد وفوق الـ 14-15 ألف واحد مصاب وهاء الأبطال مستمرت مستمرت وأيضا كثير والكثير من الفيديوهات خليشوف مخرجنا الفيديو اللي بعده إذا موجود طبعا مثل ما شاهدت هذه الفيديوهات من المقاومة في اليمن وهي أطلقت الصواريخ نحو تل أبيب والكيان الصهيوني وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مصر الأستاذ ياسر فراويلة الباحث في الشئن السياسي حياك الله أستاذ ياسر أستاذ ياسر طبعا شاهدت حضرتك المقاومة في فلسطين وفي الدول العربية وهي صامدة وتقاوم الاحتلال والكيان الصهيوني حدثني عن هذا الموضوع أولا وبحمد الله المقاومة الصامدة أسفل من طهر أو ما يقارب طهر من بدء العمليات ما شاء الله هم يقاومون ليس إسرائيل وحدها ولكن يقاتلون العدو الأمريكي بخلفائه على الأرض هناك قوات بالفعل من شتى بلدان الغرب ومن أمريكا قوات التدخل المجرم السريع قوات دلتا المشهور عنها عملياتها القطة وقتال الشوارع إلا أن المقاومة تواجه عدو جريب عن الأرض نتيجة هروب الجنود الإسرائيليين فلا تواجه الجنود الإسرائيليين وحدهم وما يعلنه العدو الصيوني من خسايا هي فعلا خسايا في عساده الذي شارك في القتال وليس في مجمل الضحايا التي نحفت نتيجة المقاومة نحن نقص بحسبة قطيصة يظهر أن الطاينة لا يشاركون فيها هذه العمليات نتيجة تفسق قواتهم إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تزاعدها الـ 5% من القوات التي تعمل على الأرض الفشل المتكرر في دخول غزة يفسره استراث عناصر مرتزقة من الخارج غريبة عن الأرض المعلومات التي لديها بالتصامل المستج المنهار التي لا يعرف معلومات أسطر العدو قد زود جنوده بجراء اتصال معرفة أماسينهم ومعرفة توابودهم والمقاومة في الصاف نفس ذلك مما يؤكد أنها على جهازية عالية الضحايا أو الشهداء من الجانب المقاطل على الأرض لا تزاعد بالنسبة للمقاومة واكثر الضحايا من الذين لا يخاطرون والذين يخاطرون البقاء في منازلهم ولا يفرون إلى الأماكن الأمنة التي بها قوات المقاومة قوات المقاومة تفتس فيصارتها تماما على كامل غزة والعديد استيوالي يعد بمسلحها يتفتح للمتطقة وكما يتفتحوا رصول الصفل للمحافظة ومتطفيات العامة نعم أستاذ ياسر حدثني عن معبر رفح هل تم فتحه بعد تلك المرة الوحيدة التي فتح بها لساعة أو معرفة الوقت كان دقائق أو ساعة هل تم فتحه من جديد؟ هل تم دخول المساعدات إلى فلسطين وإلى غزة؟ حدثني عن هذا الموضوع يا سيد موضوعنا في السيومة رفح معمر رفح بالنسبة للمصريين لا مشكلة بل المصريين يريدون أن يفتحون ولكن المساعدات لو دخلت من خلالي سوف تدمر نتيجة القصف البتري الإسرائيلي أو يستولي عليها العدون إلى جانب أن هذه الاشتراحينات لابد أن تفضع للتفتيش البحيث من المقاومة لأنه لا نأمل أن يكون قد وضع بداخلها أجهزة تنصف خاصة تلك التي عبرت من معبر العوجة باتجاه غزة والتي تمر عبر 100 سيلو من معبر العوجة حتى تصل إلى غزة نتيجة المضايقات الإسرائيلية المعابر المسلوحة بالتمرار وقد دخل أكثر من 150 ألف فلسطيني ومزوجة جسية من غزة إلى داخل الأراضي المصرية وأغلب هؤلاء الذين يهربون قد لا يعودون ما هو الحل أستاذ ياسر لدخول المساعدات لدخول المستلزمات الطبية الطعام المياه ما هو الحل برأيك الحل لا يكون إلا عبر الأنفاق وعبر المساعدات والطرق الخاصة التي تمتلكها الحكومة المصرية وهي لا تخصف في هذا الثاء ولكن أغلبها لا يعلن حتى لا يثبت مشاكل المقاومة المجتمع الدولي يضغط بكل سفلة حتى أنه منع استيراد الغاز المصري ويثبت أسرابيا على مصر لأن التطويق غزة لن يكون إلا من جهة مصر ودخول غزة لقدر الله لن يكون إلا من مصر ولذلك الحكومة الإسرائيلية تطلب باستمرار وكذلك الحكومات الغربية أن تسمح للقوات الإسرائيلية أن تواجم غزة من الخلف وأن تباغت المقاومة من جهة المصريين وهذا مرفوض تماما حتى بس قوات كبيرة جدا في سيناء من الوحدات الخاصة لمنع يتوغل غير قانوني أو غير متفق عليه أو إلى ذلك تدخل بالقوة من جانب إسرائيل لتطويق إسرائيل من الجانب المصري ولذلك نحن في حالة شبه حالة أرب وفي حالة استنفار كبيرة داخل الغزة ونحن في داخل حسابات الطهائنة أننا في الجانب المقاومة ولسنا في الجانب الآخر كما تفعل بعض طول العربية كالإمارات التي تقطب طائراتها إلى جانب الطائرات الإنجليزية والغرفية الأحياء بغزة أو التي تقوي طائرات إسرائيلية كما في الخفجي أو في قطر أو في الأردن وعليه نحن نواجه عدو قد تفسخ أنهارة قواته العسكرية وينتظر طاطة الرحمة من سيد المقاومة فكلنا هنا ننتظر ما سيسر عنه خطاب الغد العالم كله يحجز أنفاته انتظارا لخطاب السيد غدل إما أن يقول أن حرب التحرير قد اشتعلت وأن القيامة قد قامت على إسرائيل وإما أن يقول وحه وإطلاق النار فالكلمة بيد المقاومة ومن يقاوم وليس يجب تحليلك لما يحصل يوم غد تحليلك لهذا الموضوع هل ستستمر المقاومة أم وقف إطلاق النار إذا استمر الطاينة في إعداد ما رتب له خاصة أن هذه العملية قد رتبت لها من ثلاثة أشهر حينما عادت لأمريكا تموضع قواتها في الثلاثة الأوصل قبل ثلاثة أشهر وعليه فإنها تريد أن تقوم بعملية كبيرة في المنطقة وتريد أن تتخلص أن تقضي على المقاومة في غزة ثم يلتسل إلى بموض لبنان فيقضي على المقاومة ثم يدخل إلى سوريا لإرسال في الحكومة جديدة ثم يتطور اللجوم لفضف إيران وهو ما لقدر الله وحزاهم الله فما يرقب له هو حرب قليمية كبيرة ونصف حرب عالمية هناك خذفات كثيرة وصلت إلى قاعدة الأيبيد وإلى قاعدة السعودية وهذه بالطابع ليست موجهة لغزة أو لحصار غزة أو لحصف غزة ولكن أعدة لما هو أصبر وهو الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية لا تستطيع المشاركة مباشرة لكل من يتحدث أين الجمهورية الإسلامية هي تستطيع فقط أن تقوم بجسر جوي لنقل المعدات والمقاتلين إلى ساحات السكان ولكن نظرا لخطوط الإمداد القويلة بينها وبين ساحات الاشتباك قد يكون الأمر مهلكة لها وعليه فإننا نناشد السيادة الإيرانية وهي تعلم ذلك نعم تقوض على القوة المسلحة للجمهورية الإسلامية والاستمرار في دعم المقاومة ودعم الجيش السوري للتحقق بولان ومسل المقاومة طيب أكيد سيد ياسر كلنا داعمين للمقاومة الفلسطينية أشكرك الشكر الجزيل على انضمامك إلينا من مصر للحديث أكثر عن هذا الموضوع شكرا لك أستاذ ياسر فراولة الباحث في الشأن السياسي أكيد كلنا داعمين وكلنا مع القضية وقضيتنا هي فلسطين والقدس دائما وأبدا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة إن قلتكم